السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كلب يسمعني مع كل الصنصفة من قناة ايتيو كلب يسمعني رأول مرة عجل الفيديو وننسى تشتركوا فعلنا الجرس اليوم بإذن الله التعبير الكتابي صلاط 65 للصف السابع أكتبوا موضوع عن فنان أوديب سوري مراعين ذكر بعض الأعمال التي اشتهر بها هتكلمين الموضوع عن سليمان العيسى موضوع عن سليمان العيسى شاعر من الشخصية العظيمة في سوريا سليمان العيسى موحدا من الشخصية العظيمة في سوريا فماذا تعرف عنه؟ دمحة بسيطة في المقدمة سؤال موجودة في العرض هنتعرف عن سليمان العيسى وشخصيته الأعمال التي اشتهر بها ولد الشاعر السوري سليمان العيسى في النعيرية في عنطق عام 1921 تلقى تعليمه وثقافته الأولى على يد أبيه أحمد العيسى في القرية فحفظ القرآن والمعلقات وديوان المتنبية وألاف الأبيات من الشعر العربي حفظ القرآن والمعلقات وألاف الأبيات من الشعر العربي بدأ سليمان العيسى كتابة الشعر في التساع أو العشرة من عمره فكتب أول ديوان من شعره في القرية تحدث عن هموم الفلاحين وبؤسهم تحدث عن هموم الفلاحين وبؤسهم دخل المدرسة الابتدائية في مدينة أنطاكيا وضعه المدير في الصف الرابع مباشرة وشارك بقصائد القومية في المظاهرات والنظار القومي الذي خاضه أبناء اللواء ضد الانتداب الفرنسي على سوريا وفي الصف الخامس والسادس غادر أنطاكيا ليتابع معرفقي الكفاح ضد الانتداب الفرنسي وواصل دراسته الثانوية في ثانويات حماه واللاذقية ودمش وفي هذه الفترة ضاقة مرارة التشرد وعرف قيمة الكفاح في سبيل الأمة العربية ووحداتها وحرياتها ودخل السجن أكثر من مرة نكمل بسبب قصائده ومواقفه القومية بسبب قصائده ومواقفه القومي شارك في تأسيس حزب البحث منذ البداية وهو طالب في الثانوية وهو طالب في ثانوية جودة الهاشمي بدمشق درس في دار المعلمين ببغداد وعمل مدرسا في مدارس حلم وموجها أول للغة العربية في وزارة التربية السورية وهو عضو جمعية تشير أسسها دونيس ويوسف الخال وله ديوان ضخم ومطبوع تغلب فيه أنشيد الأطفال وقد كرم بالعديد من الجوائز والاحتفالات وكان من مؤسسي اتحاد الكتاب العرب في سوريا اتحاد الكتاب العرب في سوريا سنة أو عام 1969 ميلادية متزوج له ثلاث أولاد ويحسن الفرنسية ويحسن ويحسن الفرنسية والإنجليزية إلى جانب لغته العربية ويلوم بالتركية ظهر معظم أقطار الوطن العربي وعدد من البلدان الأجنبية والتجه إلى كتابة شعر الأطفال بعد نكسة حزيران عام 1967 كما شارك في ترجمة العدد من الأطفال الأدبية وقصة مصرحيات ومن رواع العدد بالعالمي للأطفال وفي عام 1990 انتخب عضوا في مجمع اللغة العربية بتمشق وعام 2000 حصل على جائزة الإبداع الشعري وله دووين كثيرة منها أظهر الضياع مع الفجر حلب 1952 وأشهر دووينيه ديوان الأطفال الذي يخاطب الطفولة بألفاظ سهلة رشقة خفيفة ذات إقاع سريع خاتمة الموضوع توفي سليمان العيسى في عام 2013 ميلادية عن عمره يناهز 92 عاما تركا وراءه أطفالا صاروا رجالا لن ينسوه أبدا رحم الله وأسكنه وسيح جناته إذا كان الموضوع طويل يمكنكم التلخيص موجود في قنوات تيوك تعبير أخر قصير عن سليمان العيسى إذا أردتموه اقطف في البحث فقط تعبيره عن سليمان العيسى هتظهر لك كل الفيديوهات المنزلات عن سليمان العيسى في أكثر من طريقة عن سليمان العيسى في موضوع قصير في موضوع متوسط وهذا الموضوع الطويل موضوع عن فنان أوديب سوري سليمان العيسى مرايين ذكر ذكرنا بعض الأعمار بعض الأعمال التي اشتهر بها سليمان العيسى مرايين ذكرنا على سليمان العيسى المقدمة وخاتمة مقدمة سطر العرض العرض اللي هو صبر الموضوع آآ بكارة تحدثنا عن سليمان العيسى والأعمال التي اشتهر بها في العرض اللي هو صبر الموضوع كل ما نعرفه عن سليمان العيسى ذكرناه في صبر الموضوع وخاتمة خلاصة الموضوع في سطرين أو سلاسة لا تنسوا علمات التوقيم لا تنسونا باللايك الاشتراك اذا كنت لأمار تسمعني كومنت القناة لايك ولكومنت تاب ترفع الفيديو واشتراك اذا كنت لأمار تسمعني وتفعيل الجرس اذا اردتم مشاهدة الفيديوهات مشاهدة القناة اول باول فعلونا الجرس واذا تستطيع تشير الفيديو وشارونا الفيديو ده بيتام القناة وبيحفزنا نحن نزلكم المزيد والافضل ان شاء الله اشكركم شكرا جزيلا على حسن استمعي كنتم تفرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبيحفزنا وبيحفزنا ترجمة نانسي قنقر